في الصور والأسماء أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي فريق ريال مدريد أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي اليوم الأربعاء إصابة أربع لاعبين آخرين في صفوفه بفيروس كورونا المستقد وقاء في بيان الفريق الملكي يعلن النادي إصابة تيبو كورتو وفيدي فالفيردي وإدواردو كامانفينغا وفينيسيوس جونيور بفيروس كورونا المستجد وضربت إصابات كورونا ريال مدريد بقوة مؤخرا حيث انتقلت العدوى إلى ماركو أسينسيو وغارث بيل وأندري لونين وريدورغو جويس ومارسيلو ولوكا مودرتس وإسيكو وديفيد ألباع بالإضافة إلى ديفيد أنشلوتي مساعد مدرب الفريق كارلو أنشلوتي يذكرنا ريال مدريدة تصدر قدول ترتيب الإسباني اللغة برصيد 46 نقطة متفوقا بفارق ثمان نقاط عن أقرب مطارد شبيلية الوصيف ترجمة نانسي قنقر